إيه رأيك بقى في قصة النهاردة؟ قصة زعل يا سيلي هو ممكن الأهل يبقى عارفين الظروف دي كلها ويعملوا كده في بنتهم؟ ممكن ده الواقع ودي قصة حقيقية وده بيحصل وموجود وبتشوف يها في العيادة عادي؟ أه طب وأنا بشوفها واقع مظلم ومجتمع لسه متأخر ومحتاج شغل كتير يعني هو ده ممكن فعلا يكون اللي خلى أهل جزاء عملوا كده وفعلا ممكن يكون أهلها كانوا عارفين أصلي بتقول تقسموا جزء الأوليني للتاني؟ لا الأوليني أو الواحد بين أنتوا عارفين وبين أنتوا مش عارفين احنا كنا نعرف وما كنا نقول لأنه بتقدم لها عن طريق أختها تقريبا فأكيد أختها كتا عرفة صح؟ بص يا سالي هي الجوازة الأولانية دي حجر الأساس في فقد الثقة بين الأسرة دي وبعضها هو ده اللي خلى الثقة أكيد هتبقى مش موجودة آه طب خلاص كده هي أهل جزء الأولاني بيقولوا أهلك كانوا عارفين آه وهي مش عارفة إيه اللي يحصل والأب كان رده مش إزاي تخبيه كان رده إن طب فين حقوقها؟ يعني هو كان أكيد كان عارف يعني أنا بحط نفسي مكانها ده هيخليني أشك أشك حتى لو هو ما بيجدبش وابس هشك إنه على طول رد فعله طب فين حقوقها طب مش عارف إيه معه؟ يعني هي حقوقي هي المشكلة إنما إزاي هم يخبوا إزاي يخدعونا وإزاي وإزاي ده مجدش سيرته حصل أو ما حصل هو فيه يعني هنا فقد للثقة مهم جدا إدراكه الدكتورة بقى مفروض أنه ممكن يتطلع أسرار المريض مش دي بتبقى أسرار المريض؟ طبعا يعني لو أنت حد بيتعالج عندك وقلت لأ ما ينفعش يا جماعة نتو تقوله على الحالة دي يعني ما ينفعش يا جماعة نتو تقوله على أنا أتكلم يعني عنه بس ما تجوزهوش بعد إذنك وعرفت إنه هو تجوز ومرته يتكلم بيتك هلين فعلا تقول لها هو عنده واحدة درد لازم يبقى هو قاعد وموجود وموافق القانون بتاع الطب النفسي بيكفر للمريض الحق في السرية والخصوصية إلا إذا كان حيقتل نفسه أو يقتل حد أو يكون بيرتكب لا مدمن دي حاجة برضو مش هي دي اللي لازم أكثر بيها السرية والخصوصية إنه هو يكون بيرتكب جريمة في حق قاصر ساعتها لازم أبلغ الشرطة وده واجبي طب وفي الطب العادي ده عادي نتقول إنه هو بيتعالج من حاجة في المخ أو عنده صرع أو 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 لا لأن المريض باستمرار له حق أن الطبيب ده هو الشخص اللي أنا بقوله الأسرار زي المحامي ليه المحامي ممكن حد من أهلنا يروح له يحكي القضية إيه ده ما ينفعش يقول التفاصيل لا يجوز ما ينفعش ولكن لما بتحصل برضو خلينا نحط نفسنا مكان الطبيبة زي ما حطينا نفسنا مكان الأهل لما بيحصل موقف زي ده بستدعي الأهل يعني كالفور تجيب أهله والزوجة بالزوجة بالزابط كده وتقول لهم ليه عملتوا في البنت دي كده أنا بستدعي الأهل أروح مرجع لها الكشفة أقول الله إحنا هنحدد معاه تاني هيكونوا أهله موجودين وحيبقى كل الكلام بموافقتهم وقدامهم وهم اللي يقولوا لها السنة مستغربة إنه يعني شخصية الأب والأم يبقوا عاملين كده ويدربوها ويطردوها لا ده العار المجتمعي من إن البنت تبقى مطلقة في عار مجتمعي يعني يعني قصدي أهل الراجل أهل الزوج هم يطردوها ويمتبشيش اللي بالدبلة وباللبس اللي عليها عشان يهنوها عشان هو القوة بتاعة الرجل بتقاس في بعض المجتمعات بقدراته الجنسية والفحولة طبعا والقدرة على الخلفة وكل ما تعمقنا أكتر خلفة الرجالة إنه يخلي السبيان مش بنات فهي درجات فهو أصلا فاقد القدرة أصلا على إقامة علاقة حميمة فبالتالي هم بيخشوا هنا في الانفريوريتي كومبليكس مركبات النقص وعقدة النقص فضطروا يعملوا كده عشان يداروا نقصوهم يعني نقول إحنا أسفين يعني هنقول إحنا غلطانين لا طب خلاص يبقى هي تضر هنقول أهلك باوكي بالرخيص فإحنا حلال في إنه نحن مشيك أهل نقع الناس في بعضها نتخانق نضرب نبقى في منتهى العنف يعني فيه سيناريوهات بتجيلي بقى كتير فيها عنف أسري رهيب رهيب بسبب حاجة زي كده فقد القدرة للإقامة بتاعة العلاقة الحميمة بيخلي العلاقة في منتهى العنف وطبيعي إنه الأهل يدخلوا في حاجة زي دي يعني طبيعي إنه مامتها مامتو تيجي تسألها أو مامتها تسألها هو ده طبيعي؟ ترايك لا يعني أنا نفسي أعرف بس عاب يقولك إنه فيه في مناطق ده طبيعي إنه إحنا نتكلم في الحاجات دي نتطمن أنا اللي أعرفه إن دي خصوصية صح دي خصوصية جدا لما ينفعش نقطة وحرام إن حد يتكلم فيها حتى لو باستفادة أو مش باستفادة ما حاش له فيه دي خصوصية واللي محتاج يسأل حد من أهله ويسأل حد متخصص هيعمل ده ما طب نقطة مش بالشكل ده أبدا يعني طب ومفروض كان في الخطوبة بتبقى الفترة قد إيه بصي أقل حاجة سنة ورقم سنة ده له لازمة دي شميع ناشا تشوفي فيه في حاجات قبل كده بالزبط كده شفتي بقى أشوفه شيت أوصيف أيوة انت برافو عليكي في الصيف هيل بالصيف لا يبقى عد علينا مناسبات السنة كلها وقدرنا نتجاوز المحطات بتاعة تطور العلاقة بس فيه ناس قلت إنه ممكن لو ست شهور لو كل يوم سنة لو يوم ويوم أنا ما عرفش بقى ده إيه يعني من بيحددها يعني أنا ما عرفش الابروتش بتاع العلاقة هل الرجال بتختلف الصيف عن الشتاء؟ خلقه بيضيق شوي؟ ما نعرفش بس فيه ناس عندها تراب مزاج موسمي فيه ناس لما الشغل بيزيد بيتغير طباحهم مهم هي تشوف هتبقى قادرة تتكيف مع ده هو هتبقى قادر يعبر عن احتياجه للهدوء وا 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 ولا لا عد عيد ميلاد عد عيد صغير عد عيد رمضان شانعرف كريم ولا بخيرة يفوش بيده فاضية ولا لا أو كده؟ كل حاجة وأنا رأيي إن جزء كبير من السنة دي ما يبقاش في حاجة اسمها لونج ديستانس ريليشنشيب يعني يبقى موجودين في نفس البلد أصدقى وغير موجود طب والأهل ما فودي بقاعدين معهم على طول؟ بقون يعرف بعض إزاي؟ ما هي بتقولك أهله كانوا بيجوا أو هو يقولها خدي كلمي ماما خدي كلمي بابا خدي سلمي على جده ما هو ده عشان مفيش محتوى الراجل مستخبي وعارف إن هو وضعه فيه حرج رهيب والقصة نفسها فيها إن هو في يوم الزفاف نهار نهار وهي ما عمتلوش حاجة هي نفسها أصغر منه وخايفة ومش فاهم حاجة وهو نهار طب تفسيرك بابا هممتها شخصيتهم إيه؟ جهل مش قادرة أقول عليهم أشرار وظلمة لأن هم طلقوها يعني تعرضت في المهنة دي لأن أنا أشوف أهل كانوا بالقصوى إنها تفضل همم تفضل عشان إيه؟ عشان ما تبقاش طلبت وليل نانسي يعني أنت فيه فعلا أهل ممكن يخصبوا عليها إنها تكمل حتى لو كان فيه إيه حتى لو هم آه آه ده ده الأقرب للمألوف يعني يمكن في القصة دي ابتديت أحس إن الأهل دول مش مشكلتهم القصوى إنها مشكلتهم الجهل هم طلقوها لما اشتكت طلقوها جهل في التربية أولا جهل في التعامل أولا جهل في الحياة جهل خلينا نبسط الأمور ونخلينا في موضوعنا بخصوص أميرة هو جهل بأهمية الأنسة في الحياة وإيه أهمية الأنسة في الحياة هي الحياة ليه بتعمل إيه بتخلف وتخسل وتكوي هي اللي بتدي طعم هي الخلق هي الوجود اشتركوا في القناة